بالنسبة لزيارة المريض ما هي السنة فيها ماذا يفعل إذا زار المريض نعم أولا هناك أولا زيارة المريض من الأمور المستحبة قد وراتت النصوص بالترغيب فيها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من زار مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع خرفة الجنة يعني ثمارها قد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال كيف أعودك وأنت رب العالمين قال ما علمت أن فلان المرضى فلم تعده أما لو أنك عدته لوجدت ذلك عندي وقد تواترت النصوص في هذا الباب وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور المرضى ثانيا هناك آداب وسنن ينبغي بزائر المريض أن يحافظ عليها فمن تلك الآداب اختيار الوقت المناسب للزيارة لألا يشق بالمريض أو يأتيه في وقت تكشفه فيطلع على شيء من عوراته والأمر الثاني أن ينفس له في أجله ليدخل الطمأنينة على قلبه وليملأه بقالب الرجاء والأمر الثالث أن يعلق قلبه بالله جل وعلا والأمر الرابع أن لا يطيل المكس عند المريض لأن ذلك يؤذيه وقد يمنعه من تناول بعض أدويته أو يمنعه من بعض الإجراءات الطبية من تدريك ونحوه وقت وجود هذا الزائر وهكذا يستحب للإنسان الذي يزور مريضا أن يرقيه بما استطاع كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أولئك الذين زارهم حال مرضهم وأيضا من الأمور المستحبة أن لا يكلف الزائر المريض تكلفة قد تؤثر عليه إما بطلب انتقاله مع أنه يتضرر بهذا الانتقال كذلك من الآداب أن لا يتدخل الزائر في خصوصيات المريض يعني السؤال عن تفاصيل مرضى وعن الدرجة التي هو فيها هذا من خصوصيات المريض ولا يحسب الإنسان أن يسأل عنه إنما يسأل عن الأمور العامة المتعلقة به وهكذا أيضا من الأمور التي تلاحظ أن يجثني بالإنسان ما قد يؤثر على المريض في أثناء مرضه سواء برفع الصوت أو بالإتيام بالروائح التي قد تكون مزعجة أو مهيضة للالتحابات الموجودة عند المريض وهكذا يبتعد عن المخاطرة بالفعل أمامه بحيث يفعل أفعالا قد يتهيب المريض منها ومن آثارها عبد الله تفضل ترجمة نانسي قنقر